اشتركوا في القناة ايه ده هو وشه كان مش كده وبعاصب ليه؟ حرب طب زي ما انا طبيت يا باركة العنابو الحب وسنينو يا جمح تشرب حاجة؟ كنت عايز تقابليني ليه؟ امدارح ما بيت لك؟ عملتني وحش قوي كان كلمة معي زي السمي بطول الليلة عم ملا اسأل نفسي ايه اللي خلاك تعمل معي كده؟ وللأسف ملقيتش جواب على سوائلي عشان كده طلبت قابلك ليه بتعمل معي كده يا حربي؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصل طب ايه اللي بيخليك تعمل معي كده؟ يعني مش عارفة؟ عارفة ايه؟ انا في حاجة واحدة بس تنفسي عارفة انت كنت فعلا بتقابليني عشان تعمل معي حديث وحورات؟ ولا كانت دي اوامر الباشا عشان تتجسيسي عليها؟ باشا؟ باشا مني حربي؟ الباشا كوك يا ستهانم المقدم اكرم ما تعرفوش؟ اه انا كنت متوقع ان حاجة زي دي ما كنت حصل انا بقى عمري في حيتي متوقعت ان حاجة زي دي ما كنت حصل كنت فاكر انك واقفة جانبي عشان مؤمنة بكل حاجة بقولها وبعملها لكن اتضح انك بتمثني دور فاول الدور ده ما خلص قال هالي بباشا بموتها الصراحة ايه بعد عن اماني وهو عطرب لها تاني هتركي بتتجسيسي عليها وبتقولي لي كل حاجة بتحصل بينها وانا زي المغفل بقى فتحت لك قلبي وقلت لك على كل الجواية وتفاكرك انسانك ويسا مهتمة بينا وبمشاكلنا لكن من الاسف كيفية حرب يا رجوع؟ يا ستهاني مش هيدي الحقيقة ولا لغلطان؟ لا مش هيدي الحقيقة انا لما عرفتك كنت بتعمل معك زي اي حالة خبر وبكتب عنا في الجرونال بس لما قربت منك وعرفتك اكتر لقيتك انسان جدع وشهر ممكن يضحب نفسه عشان ايبن قدم ضعيف على فكرة اكرم طلب مني نفس الطلب اللي طلبه منك هنرجع بقى للصوان المشوخة دي تاني سميها زي ما تسميها انا جتلك امبراح عشان تطمن عليك لما عرفت ان ابو دايا كان عايز يقتلك انتوزين على فكرة ابو دايا تقتل امبراح في الحجز ايه؟ تقتل؟ مني قتل؟ معرفش بس اكيد اللي قتلوا هم نفس اللي حاولوا يقتلك انتوزين عموما يا حرمي انا جيت اشوفك عشان تعرف الحقيقة واللي انا كنت عاوزة عارفه وعرفته وانا وعدك مش هضغط عليك ان يتقابل تاني ودلوقتي القرار قرارك عاوزنا نفضل اصحابه يا ريت مش عايزي انتحر عن اذنك اهلو ازيارك يا حرمي اخبارك ايه؟ بزاك عن تربية كنت ريسة اطلبك دلوقتي تبقى الجلوب عند بعضيها ربنا خليك يا رب امر يعني كنا عايزين نتقابل بديه ونتفاهم على شوية حاجات يعني يا تربية عن تربية مرادة هكونوا مرتبين دي ايه تاني استهد بالله يا حرمي ملاش الكلون الماسخ دي انا بستنيك في مكتبك ماشي عن تربية نص ساعة وكون عندك نطف ايخرش علي انا بستنيك مع السلامة اول ما حر بيوصل يدخل طوالي امرك يا باشا خلو اخلي معدي بيه لو سباح ايه عن طر بيقولك ايه عدي بيه عارب تجييني دي لوقتي في مكتبي تحب يعني تقابل عندي وانا نتقابله في مكان تاني ملاش عندك اول ما يوصل هاتو تعالى مكتبي امرك عدي بيه اول ما يجيني هجيبه هجيلك طوالي مع السلامة اول ما يجبك موسيقى اولو موسيقى صباح كينا رشا انا عدل المحامي صباحة نوريا عدلي بيه يا طين الباشا موجود ثاني واحدة هشوفو حضرتك أيها السوفي بيه عدلي بيع التليفون عايزك طب حاوليه على خط الثلاثة حاضر يا فندم هاي عدلي فيه الأخبار كل فيه يا باشا عزاني اتصل بالموزعين وابتطي يورد الفلوس ويستلم المضاعة هايل يا عدلي هايل والوقت حربي أخبار وإيه ما أنا بأتكلمك عشان كده يا باشا عنطر هيقابله كمان شوية وهيجبوني المكتب أنا بأتكلم ساعتك عشان أقولك هتصرف مع الزعين أنا عايزك تستقبله كويس ولا تبلي معاد معاه هو وصاحبه والاسمه زين وفي قارب وقت ساعتك هتقابل الولاد دول بنفسك يا باشا أظن بعد اللي عملوه يستهلوا أني هقابلهم واشكرهم بنفسي ولا أنت لك رأي تاني يا عدلي لا يا باشا اللي تؤمر بيه مدام ده رأي ساعتك تنفق مع حربي يجيلك بكرة على المكتب هو وصاحبه والاسمه زين وتجيبهم وتجيلي على المزرعة هم الاتنين تهيب يجيب معي يا عمطر وعزامة باشا لا أنا عايز أقابل الولادين دول لوحدة يا عدلي مفهوم؟ أمرك باشا موسيقى 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 الدرس أتكلم عزيز باشا لو سمحت نعيم السيوفي الصباح الخير يا باشا أنا كنت محتاجة قابل ساعدك لا أبداً في موضوع كده كنت عايز أتكلم معك فيه ماشا باشا كوي ساوي خلاص بكرا الصبح نتابل سيدي لا شاء الله هل أنا حربي عن طربيه مستنيك جو زكا عن طربيه هل أنا حربي تشعب جوفا؟ لا شكرا شاي؟ جغبا؟ لجي أشرب حاجة باشا لجي أسمع وأتكلم صح أقعد أقعد بفين؟ جاهزة العربة يا أستاذنا برا أمرك باشا بحضة رح ينفي حتة أولي هنروحوا للي أسمع أولي ويريحك عليها فلا لو النبي وحيدت أبوك بلاش رياحك دي بالحسن يعني في لغة أفلام السيبن للمواغزة دي حاجة مش حلوة سيبت إيه يا راجل إنت صدقنا يا أحربي اللي حصل دي أنا مالي الزامب فيه كلام ده برضو أباشا مش غريب علي واسمعته قبل كده ولولا سات ربنا يعني كالزمانك للمواغزة بتترحم علي طيب صدقنا اللي بادي صدقنا اللي بادي يا أحربي هتشوف ماشي عن طربي هزدهك يلا بينا إيه ده ده دنيا ودعاء جم إيه اللي جابه مالي إزاك يا زين انت كويس؟ أنا كويس الحمد لله طب وحربي حصل له حاجة حربي بخير حربي بخير إنت إيه اللي جابك أنا؟ لا إحنا بس كنا يعني قلقنا عليكو فقلنا نيجي نتطمن بالمرة بص على أبوي يعني بقولك يا زين هي بجد العربية تحرقت بتعرفتي منين؟ قديني عرفته خلاص طيب هو حربي فين دلوقت؟ حربي راح مشوار وزمانه جاي طيب إحنا هنروح نتطمن على عمي نوفل نرجعلكو على طول يلا يدعي بعد إذنك يا زين بقيت خط الله يا بواد خط الله بكل حربي أهلاً يا عفتر بي تفضل بذي تفضلك يا عمي بي أهلاً يا عفتر حربي حر أنا سعيد جداً أن أبقبلك للمرة التانية وده مكتبك مكتبك فاينبات شرفته أنا استحربي جرايا باشا ده كده الحكاية تقلي إلى مغزة ده على وقت مسأل كتر السلام يقل المعرفة الظريف يا أخي حربي الظريف معلش يا عدلوية الظهر إن أحربي وأخد على خطره مني معلش ليه كده يا أخي حربي يعني ساعدتك مش عارف أحب أعرف منك بس يا باشا أنا في حكتين أكرهه معنا الغدر والخيانة ودي يقعد لك حق منين يرضى بالغدر والخيانة من حقك تزعر جداً بس أحب أعرفك يا أخي حربي إن المسؤول عن اللي حصل ده قد عقابه وعقابه كان قاسي قوي ويسأل عن طربي أحب أعرفك كمان يا أخي حربي إني من هنا ورايح التعاملات بتاعتنا هتتسم بالصدق والشفاف هي مفيش مجال إلا الخيانة ولا الغدر بس هي رئة المعاملة تبقى بالمثل والله يا باشا أنا لو كان من طبع الغدر والخيانة ما كنتش هسكت كنت هقولي البوليس على كل حاجة ولما أخذ أوديكو في ستين داعية ده جميل إحنا أمرنا ما نمتساولك عشان كده إحنا محضر إلا بمكافأة ومكافأة كبيرة أول أنا مش عايز مكافآت أم أنا عاوز إيه؟ عايز نصيبي من العملية اللي فاتت وعايز الأمان نصيبك وهتاخدوه بكرة أولا بعده هي حكاية الأمان دي بقى والله يا باشا إحنا المرة اللي فاتت قعدنا وتكلمنا واتفقنا وزبطنا وساعة التنفيذ حصلت خيانة وأنا قلت لك إن اللي بيخضر بياخد جزائه وأنا بقى الكلام ده كله ما يلزمنيش بمليه محمر إيه بقى ليه يلزموك بقى والله يا باشا إن يعني الكلام المرة الجاية يكون مع الباشا الكبير لإن أي كلام ساعتك هتقوله لما أخذ يعني مش هسدره سورا يا أخي يا حرب انت بتبني حلال مصفي أكيده ما أكد عيالك لأن الباشا بذات نفسه طلب مني نفس الطلب اللي انت طلبته دلوقتي أعزي أبلك ويتعرف عليك مجد يا عدلبي؟ مجد؟ مجد؟ حاجات دي مفاشه زوري عنطر اسمها يا حربية تدقيني هنا المكتب الساعة خمسة بكرة تيجوا معاك صاحبك دا اللي اسمه زين أخدكم ونروح سوا قابل الباشا ونفتح بقى صفحة جديدة موارضة يا عم حربية ماشا عدلبي بس يا ريت بقى تبلغ الباشا الكبير إن أنا خلاص جبت آخري وأي حركة غدرة أو خيانة تاني أنا مش هسكت لحد ومش هعمل حساب لحد وأزين انتو شفتوا بنفسيكم ومنسلم البداع لا أنا ولا زين ناس تانية خالص ناس محدش يعرفها والناس دي بقى يا باشا مش هتسكت لو أنا أو زين حصلي حاجة هيتكلموا ويقولوا ويفضحواكم ولما أغزة يعني هتروحوا في ستين دا مفهوم يا باشا؟ مفهوم هونت عليك يا دعاء تروحي وتجيبي المدة دي كلها وما تسألش عني معلش يا با غصبة عني وبعدين ما أنا جيت لك وهو علشان اتطمن عليه تتطميني على أبوكي بس تخصى عليك يا دودو طب ومرات أبوكي وعليكي طبعا يا خلتي ما شاء الله روحتي وجيت ودنك زي ما هي بتسمع دبة النملة او الله بقولك يا دعاء مشيلا بينا بقى عشان تلحق يعني شغلك في المستشفى اه فعلا عندك حق ايضا خد يابا خلي دول معيك وزي ما اتفعنا ربنا يخليك ليه يا بنتي ربنا يخليك ليه يابا اشوف الشك بخير بقى سلام بقى يا خلتي بالإذن يا روحي سلام يا عم مع عالفي سلام يا دودو سلام يا دودو انت نوفل يا حلولي حلوين اهم شعر من جلد كبس ايه راح فيه دعاء دعاء انت هتمشي على طول ولا ايه ايه يا زين ما انا خلاص طمنت عليك طمنت كمان على بوي ارجع انا بقى اشوف حاجة بقولك يا زين هو حربي مرجحش الهات دلوقتي لسه طب والنبي لما يجي بقوله يبتسل بيه او يفوت علي يعني يولي بينا يا دعاء شوفوا الشك مرا خير يا زين ما تقلقش كده يا زين ضعق مسيرة ترجع لحتة من تاني اللي عرفها كفال قصد الواحدة لما تلاقيوا واحد يحبها زيك كده وتسيبوا طبعا عبيطة ده ايه الكلام الكبير ده هو بقى على قد يا زين اللي انت عمرك ما حبيت يا دباركة اه ازاي بقى حبيت مين يعني اه ده احبيت كل الناس يا ده واحدة ست عمرك ما حبيت واحدة ست مش عارف بس عارف ساعات وانا قاعد لوحدة كده قاعدة بصة على اللي رايحة واللي جاية واحرم ان انا ماشي مع واحدة منهم مسك ايديها او حاطت ايديها على كتفها ونتمشى مع بعض نمشي عالكورنيش نروح السيمة وفجأة ألاقي الواد كيم وجي نزل الشاي ولقي نفسي لوحدة وفوقت من الحلم ده طب تحلم ليه يعني ما تشوف لك واحدة بجد تعمل معها كده لا لا انا ما نفعش يا زين ما نفعش ليه يا لقلني غلبانه على قد يا زين وهم ما بيحبوش كده سيبك من كلامهم ده اللي بيقولوه احنا عايزين واحد حنين وطيب واضن حلال كل ده كلام في القوة لكن ساعة بجد عايزين واحد حمش واحد يديهم ألمان وانت عارف انا مليش فرحادات دي يا زين يا ابنالي ايه وتزولي فهمك على قدك ده ناريتني بفكر زيك ما كانش ده بقى حالي ولا كان نهام ركبني كده هاي جدعان بعدين تشربوا شاي وسابيني المعلمة الوحدية في المستودع ولا ايه ما دي لاش عم حاربي الشغل ماشي زي الفل ورجالها رابط تخلص والمعلمة رواحد ومتقولها تخلص ويا في المستودع وخد الإراد وحصلها على البيت بايش يا بعلن بركة شاي خمسين يا كيمو انا يا كوندا يا فكرة دعا جاءت المنطقة النهاردة يا والبيت الدنيا وسألت عليك بعد ما انتمشيت عطور بتقولك بقعد عليها ولا اكلمها عشان عايزيك في الموضوع ضروري موضوع ايه ده ما قالتش المهم قابلت البيت الصحفية قابلتها ها كنت عايزك في ايه ابدا او اي راغي وخلاص كل الوقت ده او اي راغي وخلاص لا املا بعد ما سبتها روحت قابلت عنطر المهم اقول لي اخدت ناصبنا من عملية قالولي يوم اللي يومين المهم بقى ان عادل بيدا عايزي قابلنا بوكة نوانت عالضهرية عشان نروح للباشا الكبير يطلع مين الباشا الكبير ده راخ ده الراجل اللي فوق 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 اللي مسك خيوط اللعبة كلها في ايديه المخ الكبير بتاعه طب وحنا هنقابله ليه يعني بصراحة انا اللي طلبت ان احنا نقابله وليه يا حربي ليه احنا ملو من الناس الكبار دور ودخليني على قدنا يا ابني الناس المثل بيقول ايه الكبير كبير ومن جور الكبير ايه كبار ابرك اه ودي بقى نصيح الاخ صلاح صح انا عايز افها من تحطط نقرك من نقرب وصلح ليه انا وانت هلك من الاول يا حربي انا صلاح ده مش نزلي من زور مش نزلي من زور يا اخي الشاي المية مية اللي عم معلميني الحارة دي كلها تشكرك ايه اللي انت كنت فينك ماندة ما عايزش شافك من الصبح وانت مالك ياه اللي يحشرك يعني غرش في شغلة السياد ده انت معاك حق وانا عايل برد اوي صباحك واردة عمنا قول لي يا عم احنا لما نقابل البقاشة الكبير ده يعني نقول له ايه يعني مش عارف بس انا حاسس ان هي دي الخطوة اللي عطنطرنا الفوق او يمكن تجد اغنى لسابع ارض يا عم بطلت اشاوم انت فيه ده احنا احسن حاجة نطلعنا وانت الصبح على ابو صلاح لما اتماكننا في المقابلة دي ويوداننا نعمل فيها ايه يلا روح انتوا بقى المستوى ده حسبوا رجالة والان اقراض على مرجع انت روح فين روح اشوف دوني عايز ايه يا روحة وبعد كده ارجع لكم واخدوا الاقراض ووديلي معالي من شراح واه هتبايت هناك النهاردة يا عالم نين يا مفتري وانا اللي عمال احب على روحي بنت يا صهراء يا بيت ايوة ايوة يا معلمنا جهزت كل حاجة كل حاجة جهزة الاكل تمام والحمام في الفرن والبيرة في التلاجة كله تمام التماث عفرم عليك شطر بس على الله الليلة دي ما شلش الاكل زي كل ليلة جرى يا بنت يا مقروسة ما تخليكي في شغلك مالك بشغل غيرك انت الله شكلك متأكدة انه حيجي الليلة دي يا معلمنا حيجي حيجي لازم يجي ازاك يا دعاة؟ ازاك يا حاربي تفضل مال دنيا فيه؟ موجود دنيا دنيا خاني هنا يا حاربي بقولك يا دعاة نعم نعم اعملين لبقتم جنين اهمى بس على النار هاتي ماشي حاربي خير يا دنيا بزي بقول انك جيت الحطة وسألت عليها اه بس قولي بقى يا حاربي ايه حكايتك انت وعنطر وعزموا رشوان بتسألي ليه؟ اصلا اول مبارح كنت انا ودعاء عند عنطر في العوامة ومن اول ليلة كده وانا حاس ان بحاجة غريبة بتحصل حاجة ايه؟ مش عارفة هم كلهم كانت اعصابهم مجدودة كأنهم مستنين حاجة هتحصل وعنطر ورشوان علوا صوتهم على بعض وفاجأة كده لقيت رشوان خرج برا العوامة والتليفونات اشتغلت وعنطر بتكلم في التليفون وبتكلم عن مدعوة مسروقة وعربية بتتحرق وجاب سرطة كنت اوزين يا حاربي هو فيه ايه؟ انا بجد مش فهم ما فيش حاجة يا دنيا يعني ايه مفيش حاجة انا رحت مبارع على الحتة وسألت عليك ولحد عارف عنك حاجة انت وزين فيه ايه يا حاربي تمخبي علي ايه؟ انا قدامك اه بيت وزي الفل انا حاسة انك مخبي علي حاجة يا حاربي بوس انا مش من حق الدخل بس انا بجد تخايف عليك الناس دول اسيا قوي ومفيش فقلبهم رحمة وانت مش قدهم يا حاربي مش قدهم عزمده حتى كنت توزين في دماغه وعمل زي الحية لدغته والقبر اتخبيش علي يا دندن عمر الشاي بقى مش مع الناس دول يا حاربي مش مع الناس دول انا بجد تخايف عليك طب بنا ما يحرمني منك ولا يحرمني منك انت كمان ويخليلي حسك في الدنيا مرسي يا حاربي يالله بابا تفضل مالفين اماني مش عادتها تتاخر بالشكل ده زمانة جاية يا عم ساخير يا نور هي اماني مش هل تتعاش معانا ولا ده لا يا بابا ماليش نفس فضل زماني هي مالها اماني اماني انا داخل اتطمن عليها ايه اماني مالك مفيش حاجة يا بابا مفيش حاجة ازاي داخل اضرب بوز وملكيش نفسي تاكله وتقول ليلي مفيش حاجة بقولك يا اماني اوعى تكون حكاية العريز دي هي اللي مداياكي انا سبق وقلتلك القرار قرارك وما حدش هيقدر يجبرك على اي حاجة طول ما انا عايش ربانا يخليك لي بس الحكاية غير كده خالص احكيلي يا اماني افتحيلي قلبك اكرم يا بابا بيعملني كأني طفلة صغيرة مش عارفة هي بتعمل ايه او كأني متهمة عنده في الاسم ايه اللي حصل بالزبط يا صح ان هو يهدد واحد لمجرد ان يبقى قبله وبعمل معاه حوارات للمجلة لا طبعا ما صحش بس اكيد اكرم تصرف بحسن نية اه قوليلي يا اماني الواحد اللي بتتكلمي عليه ده انا عرفه حارب حارب المهدي اللي كتبت عنه الموضيع اللي فاتت في الجرنغة ايوه بس اكرم قال ان الولد ده مشبوه ومشجل خطر ولسه خارج من السجن قريب واذا كان هدده فده من باب خوفه عليك وعلى مصلحتك يا بابا حاربية غير كده خالص ده انسان شاهمة وجدع وشجاع وكمان متعلم متعلم؟ اه يا بابا هو كان في كلية حقوق بس كان فيه ظروف حصلت كده وخلته ما يكملش واضح انك متحمسة قوي للي اسمه حاربية ده لانه يستاهل لما الواحد يلاقي حد جدع وشهم وشجاع لازم يقف جنبه ويشجع مش يهدده ويهينه عموما انا هطلب من اكرم انه ما يدخلش في شغلك وهطلب منك انت كمان تخلي بالك من نفسك وهو اعتنسي في لحظة ان اخوك زابط مباحث وان ابوك اللي هو حسنين المصري اصدك ايه بابا انت فاهم اصدي كويس يا اماني انا سيقة فيك ملهاش حديده بس في نفس الوقت ساعات الانسان اندفاعه وحماسه بيعميه عن حيات كتير قوي اسيبك دلوقت ترتاح وتفكري في الكلام اللي انا قلتهولك تصبع على خير حبيبتي ايه بزعيلت منك وقاطعت وانت قطعين ايه معلمة انا باعرضي يعني لو زعيلت مني ولي حاجه مش مشكله هشقلبلك كده وعملك اردل حد ما اصالحك لكن تطعيني واكتبت لما اقدر كلمك بقى حلو قوي ومعسل وبقى بيدوع وانقدر عليك برضاه امعلمة ده انا غلبان غلبان كلامك ده ما يخشش على معلمة زي لفة ودايرة والدنيا خبزاها وعجناها لكن يخش على عيالة صغيرة بيت مبارح ملهاش خبرة ومش فاهمة الدنيا شكلها اي كلامك ده وراء انا قصدك ايه معلمة قصدي على البيت الصحفية اللي رايحها جاية وراك في كل حد تدمائك راحك لبعيد اوى معلمة انا مفيش حاجة بيني وبين الصحفية دي دي لا من تقبي ولا انا من تقبي انسي يا معلمة الموضوع وتقفل انسي انسي وخليك معايا انا انا داين من معاك يا حربي المهمة تبقى انت معايا وعلى اقولك انا وانت تلوقتش مع بعض مش عايز افكر في حاجة تانية اشتغل يالا منك له انا مش عايز التلفز انا قلت اه صباح الفول يا رجالة صباح العسل يا عبيس ما المعلمة فيه ايه لا المعلمة مش جاية النهاردة مرامة شوية اصلا ما اخزة يعني ضهرها واجهها حبتين لا 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 الف سلامة الف سلامة حقها برضو يا زين حقها ده ايه لا الظروف اللي على الصبح ده ده بركة لا بقولك ايه اللي هو بركة ده في العيشة مجاش اللي جي المعلم بركة العيال بقى انت فاهم ماشا معلم بركة فطرت ولا جيب لك حاجة تشوق بها ريئك لا الحمد لله فطرت لا الف هانا الف هانا حمام برضو لو في حد بيفطر حمام على الصبح يا مغافلة اخي انت بتاعتها يا اخي انت بتاعتها على رأيك ده لا عاتق فطار ولا عاتق عيشة اعوزوا بالله من عينيكم انتو الغوز ازا الله ما احفظنا يلا بينا عم زين ايه انا راح فين نوصل لابو صلاح انت بقى انسيبوا المستودع لوحده بركة بقى في المعلم ولا يا معلم ايه زين بتك انتو على ما تلاقوش كل شي تحت سيطرة تفضلوا انت تفضلوا يلا عم زين سلامة يا ده بركة لا وانا ما عم بركة بقى ايه ده اشتغل يلا من ناكلها اللي مش عايزة ترفض قلت مستنين انت هنا يا راشا حاضر يا باشا حاضر يا باشا للحاضر يا باشا ها 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 لاش تواضر يا نعيم ده انت نعيم كبير اوي بس عادتك من بعض ما عندوكه يا باشا على فكا قالكم فترة كده في الجرمان بتاعك شديين حلكو علينا شوية اختلار هيا الموضعات اللي بتنشروها عن التعذيب في الإقسام وعن البطل اللي هيخلص الناس من الظلم موضوعات دي بقت مزعجة شوية يا نعيم وهو كله للمصلحة باشا مصلحة مين؟ مصلحةنا كلنا المواضيع دي احنا فعلا بنستفيد منها كمعارضة بنخلي الناس تحس ان احنا وقفين معاهم وبتدافع عنهم لكن في نفس الوقت ساعدتك انتوا كمان بتستفيدوا منها ويمكن بتستفيدوا منها اكتر كمان لان احنا كده بتبينكم في عيون الناس كلها ان انتوا ديمقراطيين وبنعلن للدنيا كلها ان البلد فيها حرية رأي حرية تعبير وبعدين ساعدتك كل اللي بيتكتب ده كلام مجرد كلام وينفس عن غضب الناس ويريحهم ويخطرهم بدل ما يخرجوا في مظاهرات ويعملوا اضربات وعتصابات والحاجات البيخة اللي ملهاش عازة والبلد مش نقصل ومين دون ساعدتك ايو يا نايم بس الشيء لو زال عن حده بتقلم ضده وبعدين الحرية ليه حدود احنا دخلين على انتخابات يا نايم لازم تهدي اللعب شوية اللي تعمر بيسا حتى احنا همنا المصلحة وساعدتك سيد العرفية المصالح بتتصالح مش كده ولا هي فاشة تعجبنا يا نايم قولي بقى اخر اخبار العملية الاخيرة والله هو كان حصل فيها شوية مشاكل كده بس ساعدت على خير والحمد لله كلها يومين ثلاثة بالكتير ونصيب ساعدتك يدخل في حساب ساعدتك في البنك بتاع ساعدتك اللي في لندن عظيم عظيما يا نايم ايه بقى الموضوع الخاص اللي انت عايزني فيه ففي الحقيقة موضوع محرك شوية بس انا محتاج اخذ رأي ساعدتك فيه فعلا موضوعي واحد اعرفه والله يسمحوا بقى سرقني وهرب وسافر سافر ومش حيرجع تاني خالص اكيد اليومين اللي جايين دول حيحصل لت وعجل وراجي كتير حواليه من مصلحتنا ان احنا نقفل على الموضوع ده خالص يعني يا ريت ايبلغات الصفسراط اخبار اي حاجة يتجتم عليها تماما مو فشو انا بطهب اللي انت دفنته في جنينتك حي مش كده الله لانتو واخدين بيركو مني كويية ساوي احنا مفيش حاجة في البلد معنعرفهاش كل كبيرة ومصغيرة لازم نعرفها كل شيء لازم يكون تحت الطيطرة اتفرج يا نعيم وتعلم ايه يا باشا؟ في حجم دقاك عزيز باشا حطتني في دماغه قوي وعارف عني كل حاجة حتى حكاية رشوة نعرفها لكنه كان معانا بالضبط طب وحضرتك الحاجات دي عارفها ازاي عارفها ازاي ده ايه؟ اكيد في حد بيبلغوا بيها اول باول واكيد كمان ان الحد ده مجوانة غلط غلط كبير قوي يا رجل ولازم يتصلح فورا طب وصعدتك شاكت في اي حد؟ بغيط دلوقتي لسه بسه اكيد حوصلها وحعرفها سيطان يهو ويرو مني يهو ويرو ويهو ويرو ترجمة نانسي قنقر